هذا وقد اجتمع سعادة الدكتور عبدالاطيب الراشد الزياني وزير الخارجية مع سعادة السيد بريت باكورد منسق شؤون الشرق الأوسط وبأفريقيا بمجلس الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات التاريخية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين وأسبو لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين ومصالح دول المنطقة كما تم سعرات تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات التي تهدد أمنها واستقرارها والجهود المبدولة لترسيخ دعائم الأمن والسلم والتنمية في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها في النماء والزهارة حضر الاجتماع السيدة مارغريت ناردي القائم بعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر